المحبوب سيدنا بلال عندما انتقل الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى أهل القصة حسنها غير واحد من الحفاظ لما انتقل المصطفى إلى الرفيق الأعلى لم يستطع بلال أن يحتمل البقاء في المدينة لأن كل شيء فيها يذكره بمواقف كانت بينه وبين المصطفى فارتحل إلى أرض الشام إلى هذا البلد المقدس المبارك الذي دعاله النبي صلى الله عليه وسلم إلى دارية مقريبة من دمشق وتزوج هناك ثم استيقظ ذات يوم منه ويبكي فسألته زوجته ما يبكيك قال رأيت رسول الله البارحة هل يعني لك شيء إذا سمعت كلمة رأيت رسول الله تحرك في قلبك شوقي لا انتراه هو قال كما في البخاري ومصري من رآني في المنام فقد رآني حقا لا ما قالها عبثا ما قالها إلا ليحرك في قلبك هذا المهن رأيت رسول الله البارحة يقول يا بلال ما هذا الجفاء أما أنا لك أن تزورنا خرج زائر في قصة عظيمة منها أنه لما وقف بكى ولم يتمالك نفسه لقيه سيدنا الصديق رضي الله يا بلال هل لا أذنت لنا كما كنت تؤذن لرسول الله وقال عذرني يا خليفة رسول الله والله ما استطعت أن أؤذنت بعد وفاته أي في المدينة كنت إذا انتهيت من الأذان آتي إلى حجرته وأقول الصلاة يا رسول الله ولان كيف أقولها سيدنا عمر اعتذره فيقبل الحسن والحسين أحدهما في الثامن والثاني في السابع سيدة شباب أهل الجن فيعتنقهما ويبكي يشتم فيهما رائحة جدهما فيسألانه أن يؤذن فلا يستطيع أن يقاوم الطلب ويسعد على المكان الذي يقف كان عليه أيام رسول الله يؤذن ويؤذن لما قال الله أكبر الله أكبر ضجة المدينة الله أكبر الله أكبر صاح الناس في البيوت أبعث رسول الله تذكروا الصوت الذي كان يؤذن في أيامه صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله خرج الرجال من بيوتهم وخرجوا من أسواقهم أشهد أن لا إله إلا الله خرجنا العذارة من خذورهم الرجال والنساء خرجوا خرجوا إلى طرقات المدينة يضجون أبعث رسول الله أبعث رسول الله فلما وصل بلال إلى قوله أشهد أن محمد رسول الله خلقته العبرة وما استطاع أن يكمل أذانه ونزل من على المكان الذي كان يؤذن منه قال الراوي فما عرفت المدينة يوما أشد بكاء وعويلا بعد يوم وفاته كيوم قال فيه بلال أشهد أن محمد رسول الله هذه القصة أوردها الله على اللسان الآن في هذا المجلس لنستشعر كلمات أشهد أن محمد رسول الله الذي لولا ما عرفت الأذان ولا عرفت الصلاة ولا عرفت لا إله إلا الله الذي لا يتم إيمانك حتى يكون هو أحب إليك من نفسك لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه التي بين جنبيه الذي جعل الله حبه سبحانه وتعالى مرتبطا به ما جعل الله حبه مرتبطا بأحد من خلقه إلا سيدنا محمد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني والثمرة يحببكم الله لا يثبت لكم فقط أنكم أحببتم الله بل ترتقون إلى رتبة الله يحبكم فيها